سلام الله إليكم صاحب الفضيل يقول صليت وكنت مسافراً المغرب صليت وكنت مسافراً المغرب مع جماعة يصلون العشاء في البلد وتعمدت التأخير لأني كنت وحدي وفي التأخير إدراك الجماعة في صلاة العشاء ثم لما صليت معهم انتظرت جماعة أخرى تقضي العشاء فلم يأتي أحد فأخذت العشاء إلى حوالي الساعة العاشرة هل فعل هذا صحيح؟ فعلك هذا ما هو صحيح هو صلاتك صحيحة إن شاء الله لكنك اخطأت في تصرف هذا كان ينبغي لك انك صليت المغرب أولاً بادرت بصلاة المغرب ثم صليت مع الجماعة صلاة العشاء هذا هو الذي ينبغي لك انك صليت المغرب أولاً ثم صليت مع الجماعة ولو في آخر الصلاة صلاة العشاء أما انك دخلت معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء ثم انتظرت للعشاء لعلك تدرك جماعة ثانية ولجأت أحد وأخرت صلاة العشاء صليت صلاتك صحيحة إن شاء الله بالحالة لكن لو انك صليت المغرب أولاً ثم صليت مع الجماعة صلاة العشاء أو ما أدركت منها أكان لهو الأحسن والأفضل شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم